نريد أنوار مالك مع هشام عبود يتكتلون هذه الخوانات يبدوا يديروا تكتلات وبعد يديروا لقاءات أسبوعية اهضروا مثلا مشاكلتهم أنا أقول لكم هناك تنسيق مثلا هشام عبود سوف يديروا هذه القناة لكي ترى تسلسل الأحداث يمكن أن يكون هناك قناة تليفزيونية يبعث يخلص ساتيليته في زوج لدينا قنوات ساتيليته ومن بعد يديروا هبتروا واحدهم إلى الحاضر نقول عليها الحاضر لأن اليوتوب هذا والفيسبوك هو مكان الإنسان البسيط اللي ما عندوش أي قاناة ما عندوش أي مستوى ما عندوه المسكينة أو يطبع بر هما اللي هبتوا ينشطوا الشباب باش يطلعوا إلى المستوى تاهم اللي عندهم قناوات هما هبتوا 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 يقول أنوار تيفي واحد عندوه عبوت تيفي هذا يسمونه مرض يسمونه على اسمه مونجورنان جريداتي عبوت تيفي مالك تيفي هذا الله أعلم لهم البروشيط الكبير وماذا يحتاج لكي يستعملوه يقول ينوضوا الشباب يرفعوا من مستوى الصحافة باش الشباب هما اللي رحوا التلفزة هما ولوا إلى اليوتيوب بعد سنين وسنين وحارب حارب حارب ما كانوا له باش تشوف باللي ما بني على باطل باطل ثون اليوم مثلا جابوا واحد الخرجاتي ما قلتم كل يوم الجمعة يخرجوا يديروا لقائت اهدروا على واحدة المشكلة باللي امريكا راه يدخل في الحياة انا وش قلتكم في اول فيديو قلتكم هناك نوعين من السياسيين السياسي الاول هو اللي يفرض ويدير المستحيل باش الشعب بتاعه اللي يسمعونه يكون جهالا يدير المستحيل باش انت تكون جاهل ومبعد يستعمل صحافة يستعمل اليجورنو يستعمل اليساسو سياسي يستعمل كلش باش تقعد جاهل ومبعد هناك صفحة هناك اخر سياسي واحد اخر يدير المستحيل باش يكون عندك تفكير قلت لك اه ربيك يخلقنا قاعدوا نسمع الحيوانات كله حيوانات ولكن الانسان اعطاله العقل والذكاء باش يكون احسن من الحيوان كي يجيب لك واحد حاجة يطبعها لك يجب تفكير كي يقول لك واحد مثلا انا شفت تقرار في السفارة الامريكية يقولوا باللي يهضروا على الحيوانات انت واش الدين ما عليش تسمع الهشام عبود تسمع الانوار المالكي ولكن تذهب الى السورس الذي يهضر عليه ومبعد تصلنا تنتهي اسكو هذا الانسان يهضر قال نفس الشيء او لا لا؟ لان تقول لكم هذا السياسي واحد يريد اي حاجة للبلاد واحد لا يريد اي حاجة للبلاد هذا الانس يجيب لك مثلا ارتيكل بالفرنسي يجيب لك ديكلاراتي يجيب لك فيديو اخر وانت واش يجيب لك تقول مثلا فيديو هذا عندها ساعة بسحيشة معبود يفهمها لهم في سبع دقائق بسحيش يوكلك غير 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 الفضلات لان ما تستعملش مخك لكي تروح فيديو هذا نشوف اسكو هذا الحقيقي هذا الانسان يهضر على الحراك باللي ستستني الحراك تروح فيديو هذا ساعة كاملة او يهضر الجور لا يستهدك او يسئل اسئلة خاصة لك لكي تكون في سياسة لكي ترى هناك بلد يؤثر على بلد واحد اخر لكي تكون لكي تكون هناك دقائق من هاتك الرئيس او من السفارة قبل مثلا لا تكون حوار هذا هناك حراك ومن ثم الانسان تخرج هذا تدخل مباشر وترى لديه كما نقول الانسان او نيجاتي هناك عواقم ايجابية او سلبية كي يكون الحراك بدأ ترى الانسان من الادارة الامريكية نحن نرى ثلاث سنين من الحراك ومن ثم الانسان الى تلفازه ومن ثم هذا الجرالي لديه اديولوجية لديه تفكير خلفي سؤال لهذا الانسان على السفارة مثلا ومن ثم فهذا خمس دقائق ومن ثم يتحدث على الحراك انا قلت انا مدبية مئة بالمئة يكونوا افكية يسمعوا يفهموا يروحوا الى المنبع يقول كان مقنع تقنع لكن لا 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 يسمعوا الى المنبع ومن ثم يقولك سيفرين هو اسمع لهذا الدسكور فهم الانجلي فهم الفرنسي يعطيني ترجمة مباشرة هو لا لا ما يعطيك الأشياء التي فهمها هو قال لك امريكا تسوتني هذا الحراك هذا ومن ثم يديروا يديروا منصة يهدروا امريكا ستدخل في الحراك قال لك الى امريكا بدأت تدخل في الحراك سوف يديرك العصابة وانا كنت مضحك لانا الحراك عنده ثلاث سنين وثانيا الى امريكا لكي تخرج على الحراك هذا لا تخرج هاش ثالثا لو كانت تفهم يا هشام عبود الغبي لو كانت تفهم هذك واش قالك هو تلقب اللي الدسكور تاعه هو اللي صالح الدولة الجزائرية لانك ما تفهمش لا تفهمش قالك امريكا السوتين الحراك السلمي هكذا قالك حنا يا رانا مور الحراك السلمي سوف يديرك هذه لا ريبونس هذك لا ريبونس هذك لا ريبونس هذك لصحاب اللي زيتوت وصحاب بدراء وصحاب الماكل اللي كان الناس اللي باطر في التسلاح ضد الشعب ولا ضد الدولة لانك ترفض انت السلاح ما الذي يتقاس اولا هو الشعب ترفض السلاح وما هو التصعيد زيتوت يقولك اليوم درنا كلج ما قدرناش لانك تصعيد وشنو تصعيد لانك تصعيد لانك ترفض انت تحدي لانك ترفض تحديد لانك تحديد لانك تحديد 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 مع الشرطة هذا ليس حراك السلمي لكن الإدارة الأمريكية أعطيت ضوء أخضر للحكومة الجزائية لانك تحديد حراك السلمي يقولك هذا كل جمعات تحديد 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 كل جمعات الدولة الجزائية لا تحديد من هذا الشعار مدنيا لا تحديد تحديد كل جمعات هناك بلد هناك بلد عند ست سنين يخرج حركة السلمية لا تحديد حراك 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 هذا الخارجة هذا الإنسان الذي يعمل في السفارة هي قلب لكم الذي لا تفهم التعبير بالتعرف العربية أحسن من الناس يقولك حنايا يمكن أن تحديد الحراك السلمي يقولك أن الناس هؤلاء الذين يخدموا الذين يدخلوا داخل الحراك يقولون يقولون لأن هذه خرجت معا الدكالرات الزيطة الإغتيالات الدكالرات الدراعة الدكالرات الدكالرات يقولون السلمي السلمي لا تعرفون ما تقرؤون السياسة لأن الشعب المسكين أو يستنم كنخضة لكي تعطي له ما فهمت من هذه المحاضرة أنت أمريكي يخرج تروازون أبريل قرب ثلاث سنين أبريل عام ونص كان سلمي قبل ما يدخلوا الأناس المنبوذين سياسيا قبل ما رشاد توغل داخل وبعد رح يدخل الكنفرنتات مع البوليس هذا يغابي لو كان يقرأ الدولة الجزائية مليح يلقب لهذا تقرير السفارة اليوم يخدم مصالح الدولة يقولون لهم نحن هنا يساعد المنبوذين المنبوذين هذا الإنسان يضرب شرطة يدخل بابه للحبز هذا التصعيد الذي يقدر عليه زيتوت نقاز و راشد كما رأهم لأن كل الذي يقدر على التصعيد والقتال والفتسلح يقومون وتصور المنبوذين لا يستطيع إلى المرحلة الثانية أو الثالثة أو الثالثة أو الثالثة لأن هذه المراحل التي تقرأ مدرع تصعيد لأن كان يقرأ الإرهاب يقول له أنت تبدأ بهذه وأن تبدأ بهذه وأن تذهب إلى الكتاب كما تقرأ نسيت وأن تقرأ الذي تقرأ تشاهد مراحل المقاومة مراحل المقاومة كيف الشعب يكره من الباسيفيزم لذلك تدخل المجموعات الإرهابية لتسترجع القوة وتسترجع الحكم قال هذا لذلك هنا لدينا مراحل ندس داخل الحراك بعد مدة الشعب يكون عيان ينقصوا 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 بعد ما يقول الشعب يقول أنه لا يسترجع الحكم بسلاح لذلك عندما فهمت هذه هذه تقرأ مراحل فيها أنظر المهم أن تقرأ الشوشرة المهم أن تقرأ الأول الذين يسمعون لك أمريكا ستدخل رجم خافة إلى مهبول هذا تقرأ مريح تقرأ إلى صالح الدولة الجزائرية أعطي في كارت في كارت كارت في الدولة الجزائرية إلى هناك تصعيد أعطاني القزول لا تفهم أنت هناك حدود ما قال لك هناك رانا مع الحراك قال لك مع الحراك سلمي هذا فقط الكلمة وحدها لازم تعاودك على الساعة الذي يهدر هذا الإنسان لك لك على الحراك السلمي لأن هناك حراك أخر لأن لديهم الإنتليجنز لديهم السياعيين لديهم خدمتهم يشوفوا هناك أونس يريدون الحراك إلى نفق مظلم لكي يحبسوا هذا الأونس أو أعطالكم هذا الإنسان قال لك حناية مع الحراك سلمي أي واحد يدبسوا بالتصعيد الذي تصدمون وصلتوا إلى مركز الشرطة حسنا غلقتوا إلى مركز الشرطة إذا ما لأن ستلعب أمن ستجعل ستجعل حتى توصل إلى الشرطة ستجعل 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 اليوم اليوم هذا الإنسان هذا الإنسان يجب أن تجعل علاقة وصل بين الدكلارات أمريكا والشرطة هذا الإنسان الذي أعطى الأمر قال لهم للحراكين قال لهم للحراكين يوصلوا إلى مركز الشرطة كيف يعني أنت لا تتعرف كيف تجعل نقاط وصل وهذا الذي أعطى هذا الإنسان الموثيين للشرطة الذي قال أنه يجعل أن الناس تصل إلى مركز الشرطة ونحصل إلى مركز ونحصل إلى مركز الشرطة لا يمكن أن تصل إلى مركز الشرطة لكن الدولة الجزائرية لا تدخل إلى هذه الموثيين بالصح إن تقرار هذا أو تقرار هذا مع التوازي مع الحراكة الجمعة أنت لازم لازم أذكياء لكي يفسروا هذه الموثيين هذه الموثيين هذه الموثيين لا يوجد الموثيين متكلفة الثقافة قلهم الدولة الأمريكية الإدارة الأمريكية سوف مع الحراك السلمي حراكة الجمعة وصل إلى باب الضار أنت تقول كيف المسؤولين أمن هذا الأغبياء خلّوا الشرطة خلّوا الشعب يوصل إلى إلى باب الضار لا يوجد الموثيين ستينكو يقول أن هذه الموثيين تجعلهم لا تدخل إلى 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 لا تدخل إلى 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 فهمتوا؟ اليوم بين تقرير أمريكا وماذا حصل في الجمعة حصروا الشرطة وماذا تدخل وماذا تدخل ثم تدخل شرطة لكي تحمل مؤسسة تضرب وماذا لم تفهم سوف 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 تدخل أسلحة وقنابل للنظام الجزائيلي لكي يضرب بهم لأن لا تدخل ماذا تدخل سياسة أي شخص لا تدخل أي سياسة يجب أن تدخل سياسة تدخل إلى مكان معين إلى الدماج وماذا تدخل الهدو والموضوع والساكشن والموضوع لديهم تفسير آخر ما تدخل وكيف تدخل تدخل وحصرت الشرطة داخل المركز الشرطة لا نتكلم الحراك السلمي لكي تدخل كيف هذا أمريكي نتكلم الحراك الحراك موجود في الدستور اليوم الشيء الواحد الذي يحشيها لكم هذا كل يدخل الدستور يكتب شيئا يدخل الحراك هذا في الدستور ثم إذا تدخل لديك شيئا في الدستور يأتي واحد يسوطني هذه الحياة لأن كجزائري دخلتها في الدستور أنا يجسوطي وليس في الدستور كيف لديك شيئا في الدستور ونقول لكي لا نستطيع هذه الحاجة لديك الدولة الأمريكية اليوم رأي معه الدولة الجزائرية مئتين بليئة وانتوما درتموا محاضرة لكي تفهموا عكس ما جاء فلا ديكلاراسون الشعب الجزائري والشعب ما يخمم هشام عبود عنده الحق أمريكا ستدخل أمال تيفي وهذا اسمتوا مالك تيفي هذا نفس الشيئ أو يهدروا بصفتهم كعمالقة في سياسته هما في صفة لأن المغزا الذي خرجت للدكلاراسون هذه ليس لدكلاراسون هي عشوائي خرجت سبنطاني هو سؤال هو لم يخرجت من الإدارة الأمريكية لنرى لنرى هذه نحضر مرة أخرى مع السلامة نقوم بالفيديو حتى